المواقف القطرية في مختلف الفئات الحساسة في المنطقة تشهد تناقضا كبيرا فالدوحة تدلي بتصريحات أقرب ما تكون إلى نفاق سياسي ذا ما نظرنا إلى مواقفها الحقيقية التفاصيل في التقرير التالي على وقع التصريحات القطرية المتناقضة تبرز بين الفينة والأخرى حقائق لا تقبل القسمة على اثنين لا بالمنطق السياسي ولا بالبروتوكول الدولي ولا حتى بالعرف البشري فبالنظر إلى كون الدوحة عضوا في مجلس التعاون كان لزاما عليها أن تلتزم بما وقعت عليه وأن تكون حفظة لعهد وأمن أشقائها ولكنها عمدت على الانحياز إلى جمهورية إيران مصدر الإرهاب الأول في المنطقة فوقعت معها الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية وهو ما يؤكد على الأقل رضا قطر بتدخلات طهران المعادية في البحرين والسعودية واليمن وغيرها من الدول الخليجية والعربية وعلى صعيد الملف الفلسطيني ادعت قطر لسنوات عديدة مضت أنها الدعم الأول للقضية الفلسطينية من خلال دعمها لما يسمى بحركة حماس المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ولكنها بالمقابل طبعت مع الكيان الصهيوني المحتل الإسرائيلي من خلال استضافة المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة علاوة على تعميقها الانقسام الفلسطيني بالانحياز لحماس ودعمها بمختلف السبل وفي الملف اليمني شاركت قطر كحليف في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشرعية التي سلبتها الميليشيات الانقلابية ولكن المفارقة ظهرت في تصريحات الحوث الأخيرة التي أكدت التعاون القطري الحوثي في اليمن والذي يعد وصمة عار على النظام القطري وخنجرا يطعن التحالف في ظهره وفي ملف محاربة الإرهاب ملف ادعت قطر بأنها تشارك فيه بفاعلية لمحاربة الجماعات الإرهابية ولكنها بالحقيقة احتضنت جماعات وشخصيات إرهابية في مقدمتهم الإخوان المسلمين وعناصر تنظيم القاعدة علوة على افتتاحها مكتبا لجماعة طالبان في الدوحة إضافة إلى تقارب وعلاقات قوية بحزب الله اللبناني وتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم النصرة والمضحك المبكي في سياسة قطر أنها تقول أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولكنها في الواقع لم تتوانى ولم تدخر جهدا في دعم تنظيمات إرهابية واستضافة بل وإدارة العديد من مؤسسات البحوث والرأي العام التي تنشر في كل عام مئات التقارير التي تتدخل في شؤون الدول ومنها البحرين وذلك من خلال تجنيدها ذراعها الإعلامي قناة الجزيرة لتأجيج الرأي العام في البحرين والدول الأخرى وإثارة الفتن وتحريض الشعوب لتنقلب على الشرعية في الدول وعلى حكوماتها فأين الحقيقة مما تصرح به قطر؟ وما اتضح من براهين تؤكد تورطها بالكامل